لكن نروح لآخر حاجة معنا في حلقة النهاردة وهي متعلقة بالجزء المتعلق بأراء الجماهير ومشاركة الجماهير على التشكيل المتوقع أو أفضل تشكيل يلعب بالأهل مباراة سانداونز محمد ده مجاهد بيقول محمد الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف بدري بنون رمي ربيعة محمد هاني السولية أليو ديانج محمد بجدي أفشا طاهر محمد طاير صلاح محسن ومحمد شريف طيب علي حسن محمد الشناوي أيمن أشرف ياسر إبراهيم بدري بنون محمود وحيد اتنين باكليفت كده أعتقد يعني أكرم توفيق أليو ديانج محمد مجدي أفشا جونيور أجايي طاهر محمد محمد شريف ممكن علي حسن مش عارف ومش عايز يلعب بقرية عايز يلعب بتلاتة في القلب ومحمود وحيد باكليفت وأكرم توفيق وديانج وتشكيل دفاعي أكتر لكن هي وجه نظر علي حسن عموما كل واحد بيقول وجه نظره في التشكيل وفي أداء الأهلي في هذه المباراة لكن في النهاية القرار الفني والاختيار التشكيل الأمس سيكون لبيتسو موسيماني نتمنى يا رب بإذن الله لما نكون معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الأهلي بإذن الله عام نتيجة كبيرة ومتأهل لمرحلة دور نصف النهائي مدافعا على اللقب التاسع وساعيا نحو اللقب العاشر بإذن الله